السلام عليكم يعطيكم العافية دفع التأثر ماكم زميلتكم مهج دفعات من دفع تعاو إن شاء الله بهاي المحاضرة أو بهذا الفيديو رح نشرح الباردة الأول من المحاضرة الرابعة اللي رح نكمل فيه عن الانتي دي بريسنت بداية رح نحكي الآن عن التراي سايكليك انتي دي بريسنت وبعدها رح نحكي عن الماو انهيبتور طيب التراي سايكليك انتي دي بريسنت حكينا عنهم مسبقا إنه هم من الأشياء القديمة جدا واللي ما بيستخدمها كثير بهاي الأيام كآز عنتي دي بريسنت حكينا إنه هي من اسمها التراي إذا رح تأثر على ثلاث شغلات نور إبنفرين سيريتونين أنت دوبامين لكن المكتوب عندكم هون إنها بتعمل إنهيبشن للنور إبنفرين أنت سيريتونين ري أبتك بشكل أساسي تمام؟ طيب الإشي الثاني إنه إحنا صحي اكتشفنا الأس أن آر آي ممكن هي تتشابه مع الأس أن آر آي أو الناس تفكرها زي الأس أن آر آي لكن هلا هي بتختلف بالأدفيرس إفكت و بشغلات ثانية رح نحكي عنها لقدام عندكم هاي الأدوية اللي بالبولد احفظوها طيب شو الأكشن أو الميكانزم أو أكشن أول شي زي ما إحنا بنعرف تعمل إنهي بشان يورو ترانزميتر ري أبتك مثل ما شرحنا وحكينا مسبقا الإشي المميز اللي بتختلف فيه عن الأس أس آر آي والأس آر آي إنها بتعمل بلوكينج للرسبتورز حكينا إنهم بيكون إنهم لتل أو ما في بالأدوية الأخرى اللي قبل يعني بتعمل بلوك للسيروتونيرجيك ولا الألفا أدرينيرجيك والهستامينيك عند المسكرينيك ريسبتورز وهذا الإشي بيقدي إنه إحنا رح نكتشف لقدام إنه البلوكينج لهاي الرسبتورز رح يعمل لي أدفيرس إفكت رح نتحدث عنها كمان طبعا علميا لسه مش مثبت إنه هال البلوكيج لهاي الرسبتورز هل إلو فائدة طبية على الدبرشن ما بنعرف أو مش مبين إذا فيه أكشن أو يعني ثيرابيوتك بنيفت معينة طيب زي ما بنعرف إنه التي سي إيز بعملوا أمروف للمود أكد نعطيهم للميجور دبرشن حكينا كمان نعطيهم لأشياء ثانية بالأنيكزيتي حكينا شو بالضبط لشو فارجعوا لهم شوفوا تأكدوا منهم حكينا إنه التي سي إيز كمان برضو بتتأخر حتى تشتغل كل إيشي نفسي اللي حكينا قبل لكن الإشي بيختلف بالتي سي إيز خلوها ببالكم إنه هي الدوز تاحة بيتمد على البيشنط رسبونس يعني ممكن يديني تو بيشنط لهم نفس الأعراض الاثنين عندهم دبرشن الاثنين عندهم أعراض متشابهة لكن كل واحد ماشي على دوز مختلفة ليش؟ عشان البيشنط رسبونس بتختلف فإحنا أول إشي ببلش أنا مع المريض بدوز قليلة نوعا ما أو بنسميها standard dose وببلش أنا بشوف شو بيصير معها بستنى عليه وبشوف شو بيصير معها إذا تحسن أو ما تحسن يا أما بقلل أو بزيد بالدوز حسب الرسبونس تحت البيشنط فما في عندنا دوز معينة تمام؟ إذن إحنا بيتحكم بالدوز أو بنعمل adjustment للدوز حسب الرسبونس هاي الأيجنط مهم جدا إنه نعملها تابيرينج لما أنا بدي يعني أوقفها تمام؟ عشان أقلل من discontinuation syndrome لأنها بتعمل هاد الإشي وكمان الإشي الإضافي اللي بتعملوا ما بيعملوا الاجنط اللي ذكرناهم قبل اللي هو الكولينيرجيك ريباوند إفكت شو الكولينيرجيك ريباوند إفكت إنه إحنا هي بتشتغل آز أنتي كولينيرجيك تمام؟ لأنها بتعمل بلوكج للريسبتورز اللي حكينا عنها تمام؟ طيب أول ما أنا أتركها رح يكون الكولينيرجيك إيش ريباوند رح يزيد كثير لدرجة كبيرة ويعمل لي أدبرس إفكت رح نحكي عنهم كمان طيب التي سي از از ايوزز ايش كي لاشو بنستخدمهم او جي نستخدم لمديرات وسبير دي برشن وطبعا كيف بنحدد مديرات وسبير حسب الكريتيريا بنستخدمهم لالبانيك دي سوردر يعني احنا نستخدمها بتكون تفهموا ان الدبر يعني التي سي از لما اكون انا مجرب الاس اس آر اي والاس آر اي مع الباشنط وما ضبطت معه عنده سيفير دي برشن وما استفاد نستخدم معه هاي الاجنت بنستخدم لالبانيك دي سوردر بنستخدم احد الادوية واللي هو اليمي برامين مهم جدا انكم تعرفوا الشيلدرين بيكون عندهم اشي اسمه اللي هو التبول لا ايرادية بالليل اللي هو النكتورنال انيوريسز انشيلدرين بستخدم هذا الدواء تمام فيه كمان عنا دواء اليمي تربتيلين بنستخدمه لحال لما يكون في عنا الكرونيك بين سندروم تمام النيوروباثيك بين تمام هذا خصوصا لهاي الاشياء الكلونيك بين سندروم ونيوروباثيك بين وكمان عشان نمنع المايغرين طيب وعنده كمان بنستخدم برضو التي سي ايز الانسومنيا وهاي الاشياء كلها ذكرناها وحكناها وين بالانيكزايتي طيب اللو دوزز من التي سي ايز خصوصا للدوكسي بين بستخدمها لالانسومنيا تمام تمام اذا هاي الادوية ممكن اشوفها بالبراكتس اذا بحال الحالات زي الكرونيك بين النيوروباثيك بين وشغلة الشيلدرن اللي بيكون عندهم انيوريسيز تمام تمام الان بدنا نحكي عن الفارماكو كايناتكس لالتي سي ايز اول شي هما ويل ابزورب اورالي بس الاشي المميز لالتي سي ايز هون انو الها فاريابل فرست باس ميتابوليزم ان ذليفل يعني فاريابل بيو افيلابليتي مش كونسيستنت تمام يعني صعب اني اتوقع البيو افيلابليتي تاعت لدرغ لانه ممكن بالفرست باس ميتابوليزم تختلف النسبة في كل مرة او بحسب الدواء او حسب الدوز او الى اخرى فصعب نتوقع البيو افيلابليتي للدواء اللي بتروح معنا بالفرست ميتابوليزم الفرست باس ميتابوليزم نعرف كمان انو تي سي ايز هي من الدرغز الميتابوليز باي هباتيك انزيم اللي هو السايتو كروم بي بتتحول الى ان اكتب ميتابوليزم وكمان بيصيرها اكسكريشن باي يورين يعني ثروغ ذا كدني الان نحكي عن الادفيرس افكت او التي سي از بداية الادفيرس افكت اكيد رح يكون مرتبطات بالاشياء اللي هي حكيان عنها مسبقا انها بتعملهم اول شي رح تعمل بلوكيد للمسكرينيك ريسبتور يوريني ري تنشن سينيس تاكي كارديا كونستيبايشن اغريفاشن بالانجل كلوجر اللي انها رح تزيد الانتر اوكولر براشر فبتعمل اللي هو مهم جدا انكم تحفظوا هاي الاشياء طيب كمان بتعمل اللي انها بتعمل بلوكيد للالفا ادرينيرجيك ريسبتورز اذا رح تعمل الارثوستاتيك هاي بوتنشن حكيان عنه ورح تعمل ديزينيس ورفلكس تاكي كارديا كمان اكيد البلوكيد تاع الهيستامين ريسبتور اكيد رح يعمل سيديشن زي ما بنعرف بتعمل سيكشول ديزفونكشن طبعا بتكونها بالمينوريتي أو بايشن يعني هي اللور السيكشول ديزفونكشن من التي سي ايز اقل من الاس اس آر اي اللي بيعمل الاس اس آر اي ويد جين كمان ما يكسسير بيت اللي هو يعني ممكن التي سي ايز تسبب البيناين بروستاتيك هايبربلاجيا وطبعا البيناين بروستاتيك هايبربلاجيا بتكون تعرفوا انه بيصير بي الاعمار كبير كثير تمام فانه يعني ممكن نتجانب نعطيها بالالدرلي الابلبسي ممكن تعمل ابلبسي او ممكن تعمل كمان بري اكزستنج ارادمياز فمهم جدا انه المريض قبل ما انا اصرف له وعطي تي سي ايز نشوف الاسي جي تاعه نسأله اذا عنده اي ارادمية منخاف من هاي الشغلة كمان لها نيرو ثيرابيوتك اندكس شي يعني نيرو ثيرابيوتك وما بين التوكسك دوز يعني ما بين الدوز الامنة والتوكسك دوز زي الشعرة نسبة قليلة جدا تمام فممكن انه تصير فيه توكسيتي فيها ايزيل وممكن حتى يستخدموها از يعني سويسايد هيا تحت اوكي بنفضل انه ما نعطيهم اياها تمام يعني انا بحكي منفضل ما نعطي اياها لانه ممكن يفكروا لكن زي ما حكينا انه بنعطيهم ونعملهم ونتأكد انهم مشقالين بياخدوا اكثر من الكمية الدول اللي احنا حطنا لهم اياها مهم جدا مراقبة هذا الاشي كمان في عنا اهمها اكيد انه تي سي از اصلا بتعمل سيان اس دي بريشين فانه يعني هي بتعمل سيان اس دي بريشين لانه زي ما حكينا هي بتعمل دي سيديشن تمام فالتي سي از تعمل دي سيديشن فاذا احنا عطيناها مع اي اشي بيعمل سيان اس دي بريشين او ايثانول الكوهول وهيك اشي رح يعمل لتوكسي سيديشن فهمنا طيب كل اشي ذكرناها قبل لازم نتجنب التي سي از مع الماو انه ليش لانه يعني الكمبيناشن بينهم بيعمل ميوشول انهانسمنت يعني بيزيدوا اثر بعض وبيزيدوا الافكت تاع ايش اثر بيعمل هايبرتنشن هايبر بريكسيا وبيعمل الكونبولجون و و كاما الهايبر بريكسيا يعني انه تزداد التمريك تمام طيب الان نحكي عن الماو انهيبترز عنا اشي اسمه المونوامين اوكسايديز انهيبترز شو هو الماو بداية الماو طبعا بنلعف انه هاي الادوية last choice ممكن الاجئة لهم ليش لانهم كثير لهم drug interactions و food interactions واشياء صعبة يعني نوعا ما الناس ما بتتحمل انها تمتنى عن بعض الادوية وهي الاشياء او البعض الاكل عشان هذا الدواء طيب عنا هون اسماء ادوية الماو انهيبترز شوفوهم احفظوهم طيب خلينا نحكي بداية شو هو الماو المونوامين اوكسايديز المونوامين اوكسايديز هو عبارة عن ميتوكندريال انزايم موجود باماكن عديدة بالجسم اهم الاماكن اللي هو بالنيرف تمام بالنيرف بالنيورون وموجود بالقط بالليور وهذا الاشي يفسر ليش احنا لما نعمله انهيبشن رح يأثر على كل هاي الاشياء اللي حكيناها كل هاي الاماكن اول شي الماو هو كا انزايم فايتو انه بيعمل اكسيدي اكسيدي تفلي دي امينيت اند اناكتيبيت لاي نيورو ترانزميتر من اللي حكيناهم المهمات نور ابنفرندوبامين سيريطون اللي بتسربوا من الساينابتك فيزيكل لما يكون النيورون اترست يعني لما انا النيورون انا بدي يكون اترست ما بدي ما بدي يكون عندي اي اكسيتيشن ما بدي ولا نيورو ترانزميتر يتصل في منهم منه ابنفرندوبامين سيريطون فوظيفة الماو انها ايش تعمل انها تعمل دي امينيت ان ان اكتيبيت لهم تمام تمام فالفكرة في او الاشي اللي هو بيعمله فعليا زي كأنه بيعمل ان اكتيبيتشن لنيورو ترانزميتر فأنا بدي اعمله انهيبشن لأنه انا هاي بدي اياها النيورو ترانزميتر بدي شغلها طيب اللي بيصير احنا عنا هون انه بحالة بحالة الدبريشن هو بيعمل اكسيسيف دي امينيشن واكسيسيف اه اكتيبيتشن فبيصير عنا الدبريشن طيب هسا الماو انهيبتورز هدفها انهي تعمل اه كومبليكسز مع الانزايم تيجي تعمل ستيبل كومبليكسز وذي انزايم بحيث انه هذا الانزايم ما يشتغل هسا هي لما تعمل اه شو اسمه لما تعمل كومبليكسز وذي انزايم زي كأنها بتعمل ارتباط مع هذا الانزايم بحيث تعمله اه 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 او او اي اكتيبيشن لهذا الانزايم لكن بصير عنا انه غالبا هذا الاناكتيبيشن بيكون الريفيرسابل ورح رحكي ليش وشو يعني الريفيرسابل وممكن يكون الريفيرسابل اي اكتيبيشن هاي الاشياء كمان حكينا ها طب احنا منعرف انه الماو انهيبتورز زي ما تعمل انهيبتورز بنيرونز هي مش بس بالنيرونز كمام تعمل انهيبشن بالقوت والليفر هسا شو فائدة الماو بالقوت والليفر فائدة الماو انه هي بتتخلص من بعض المواد والسبستانسز اللي ممكن يكونوا توكسك بعض المواد اللي ممكن تكون موجودة بالفود زي التايرامين اللي هي بتكون ممكن تكون توكسك او ممكن تكون تعمل اشياء سيئة وعراض جانبية رح نحكي عنها فالها دور مهم هاي الماو انزيمز فاحنا لما نعمل انهيبشن لها فهي ما رح تشتغل فهاي المواد التوكسكة والاشياء لازم تخلص منها بظلها في جسمنا تتراكب عشان هيك الماو انهيبتورز اللي هم هاي انسيدنس of drug-drug interaction and drug-food interaction طيب الان نحكي عن الماو انهيبتورز actions and therapeutic uses اوشي بنعرف انه الماو is fully inhibited after several days of treatment يعني خلال عدة ايام بصير عنا fully inhibition للماو في عنا دويان اللي هم السيليجيلين والترانل سايبرومين او اشي زي هيك المهم هذول الدويان مهم جدا 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 نعرف انهم لهم amphetamine like stimulant شي يعني amphetamine like stimulant يعني بيتشابهوا بشوية بالامفيتامين او بيشبهوا الامفيتامين الامفيتامين هو الكيبتاجون بيتشابهوا فيه انه بيخلوا فيه بصير يعني produce agitation انسومنيا بعملوا cns excitation بيخلوا الشخص ممكن ما ينام لفترات طويلة هسا الماو انهيبتورز بنا نعرف انه احنا نعطيهم للدبرست patients لكن حكينا ميت مرة انه الماو انهيبتورز هم last line agents بسبب السايد افكت فهم متى انا برجع لهم لما يكون الpatients unresponsive و intolerant مع الاضر antidepressants الان ما نحكي عن الماو انهيبتورز pharmacokinetics اول شي هم well absorbed orally تمام اذا اخدناهم orally فهم well absorbed الان ما نحكي عن فكرة ال irreversible activation شي يعني ال irreversible activation اللي بيصير انه احنا بعد ما اخدنا الماو انهيبتورز والماو انهيبتورز اشتغلت على الماو انزايمز بطريقة ما عملت لها انهيبشن و ثبطتها اللي بيصير انه حتى لو احنا وقفنا الادوية والماو انهيبتورز حتى لو وقفناها هي لساتها كأنها موجودة وشغالة هي فعليا مش موجودة تمام ما في عندنا ماو انهيبتورز لكن الافكت اللي عملته على الماو انزايمز لساته موجود الاناكتيفيش اللي صار بيكون irreversible الماو انزايمز مش موجودة فبيضل التأثير تاع الماو انهيبتورز لويكز تمام تقريبا لمدة اسبوعين يعني بدنا نصبر احنا اسبوعين يعني اذا انا كان عندي مريض ماشي على الماو انهيبتورز وبيدي ابدله عدوة ثاني بدي اوقف الماو انهيبتورز لأسبوعين لبينما الجسم يرجع يصنع ماو انزايمز جديد ماشي عشان ترجع تشتغل شغلها بعدين نغير الدوة طب ليش بدنا نستنى طيب هو الافكت احنا بدنا اياها ليش؟ لانه اذا انا اعطيت دوة مثلا SNRI اذا انا رح ازيد السيريطونين والماو انهيبتورز اصلا هي قاعدة بتشتغل انه بتعمل انهيبتورز لماو فما قاعدة بتدمر النيورو ترانزميتورز لزيادة فرحي انفوت بمثلا سيريطونين سندروم واكستربيشن للأدفيرس افكت فاحنا ما بدنا هاي الشغلة فهالي المقصود بشغلة اليريفيرسابل اكتيباشن إذا وقفت الدواء أنا ما وقفت الأفكت ما بيكون عنا ماو إنزايمز جسمنا بده تقريبا أسبوعين حتى يرجع يصنع ماو إنزايمز جديدة فما بيصير أنا أعطي أي دواء بهاي الفترة تمام مهم جدا أنه لازم نصبر أسبوعين طيب الماو إنهبتورز برضو يعني بيصيرو الميتابولايز باي ليبر وإكسكريتد باي يورين رابدلي طيب شو هم الماو إنهبتورز أدفرس أفكت حكي أنا مسبقا أول إشي بدنا نعرف إنه كيف الفود انتراكشن حكي أنا عن مادة التايرامين التايرامين موجودة بالفود موجودة بالشيز موجودة بالميتس موجودة بالليفر الكبدة يعني الأكل حسنة أحب أسف خلص البكل، السموكد فيش، الريد واين موجودة بكل هاي الأشياء فإحنا لما يصير في إن اكتفايتد طبعا هاي الأشياء هاي التايرامين بيصيرها إن اكتفايتشن باي الماو إن دا قط فالماء وإنهيبتورز بتخلي التايرامين يظلوا موجود فالتايرامين بيعمل إشي اسمه بيعمل ريليز للستورد كاتيكولامينز اللي هم مين الكاتيكولامينز اللي هم النور ابنفرن والابنفرن تمام يعني الأدرينيليين وهذه الأشياء فلما هو يعمل ريليز اللي هشوف بتوقعين يصير كل الأشياء اللي بيرافقها من من هايبرتنسف كرايسز إلى آخره فزي ما حكينا التايرامين رح يكون يتراكم ويكون موجود فلازم ننصح الشخص اللي بيأخذ ماء وإنهيبتورز نكون فيه إلو زي الضايت نبعده عن كل الأكل اللي فيه التايرامين فزي ما حكينا بيعمل هايبرتنسف كرايسز أكسوبيتال هيدك ستيفنيك تاكيكارديا نوزيا هايبرتنشن كارديك أريدميا سيجر إلى آخره ستروك تمام ستروك أكيد من ارتفاع الهايبرتنشن والهيدك عند الهايبرتنشن لما يكون مرتفع المهم ف يعني لازم يكون الباشنط أصلا يعني نكون إحنا well educated يعني يكونوا بقتنوا عن جد أنه لازم يبعدوا عن هذا الأكل حتى مرات بيسموه اللي هو التفاعل هذا إذا مثلا الأدفارس أفكت تمام أدفارس أفكت زي اللي هو دراوزنس أورثوستاتي كايبوتينشن بلوردفجن دراي ماوث كونستيباشن زي ما حكينا فوق أنه أنا لما بدي أبدل الماو مع أي دوا لازم أصبر فترت أسبوعين عشان ما نفوت بالسيريطونين سندروم من أهم الأشياء الكونترا انديكيشن واللي ما بقدر أعمل لها كومباينيشن هم الماو وهي ذكرناها بأكثر من مكان على ما أظن طيب الآن لدينا من الأشياء المهمة عن الفلوكسيتين الفلوكسيتين ذكروا كدش حكينا عنه وهيفرقزوا عليه كثير الفلوكسيتين تحديدا بدي أستنى ست أسابيع تمام ست أسابيع قبل ما أنا يعني أبدل الماو وإنهيبتورز بالفلوكسيتين ليش لأنه هو إلو لانه لانه ماشي فمهم جدا أنه ننتظر بدل الماو إنهيبتورز تمام إذن إلها critical drug interaction زي ما حكينا طيب الآن آخر موضوع عندنا اللي هو bipolar disorder طيب شو هو bipolar disorder بالنسبة bipolar disorder هو من المود disorders ما بعرف إذا راح تأخذو بالسايكولوجي إحنا صراح ما أخذنا بالسايكولوجي بس الفكرة من bipolar disorder من اسمه إذن هو bipolar إذن عنا two pools الفكرة من bipolar disorder إنه بيكون في عنا زي cyclic mood recurrent fluctuation بالمود بالإنيرجي بالبهيو وبيكون طبعا هذا المرض أو disorder is common and chronic بيظل مستمر مع الإنسان لكن فكرته إنه بيختلف عن major depression لأنه مثلا major depressive disorder هو بيكون recurrent episodes ودايمن البايشنت بكل هاي الابيسود بيكون شو ما له عنده depression تمام عنده low mood لكن هون البيبولر بيكون البيشنت كأنه swinging بين المانيا تمام اللي بنسميه زي اللي هو الهوسي أو الحماسي إلى آخرة وما بين الهايبومانيك episodes اللي بيكون فيها الشخص طاقته أقل أو عنده low mood ممكن يكون الشخص عنده واحدة من الابيسود major أكثر من الثانية يعني يكون عنده المانيا أعلى أو يكون عنده الهايبومانيك أعلى لكن بيكون اثنتين موجودات يعني two episodes بيجوا مرة بتيجي هالإبسود مرة هاي الأبيسود لكن recurrent ممكن تكون لأحد الأبيسود أكثر من الثانية فهذا هو course of this illness ماشي بدنا نعرف إنه هو life long illness و variable course بتغير بتحول ممكن يكون عنده الماني أعلى بهديك أعلى يختلف مع الوقت فعشان هيك إحنا بنعالجه non-pharmacologic and pharmacologic non-pharmacologic زي CBT زي ما حكينا اللي هو العلاج معرفي السلوكي والpharmacologic من خلال الأدوية الأدوية هي ما رح تكون نفس أدوية anti-depressants ما رح تكون هي أدوية يعني لل depression أو كذا هي رح تكون أدوية بتعدل المود تعمل stabilization for المود هلا شو هي المانيا أول إشي طبعا زي ما أنتو شايفين تطلعوا هاي الصورة بتلخص لنا الفكرة هسا bipolar disorder بيكون فعليا عنده episodes من mania و episodes of depression episodes of mania بيكون شخص كثير متحمس بيحكي كثير thoughts racing thoughts بالهد يعني بتيجي كثير أفكار سيال من الأفكار والإبداعات ومش عارف شو حتى أنه بيبطل قادر أنه لستسليب بيصير عنده بيصير عنده insomnia delusions حتى بينما الفترة اللي بتكون أو episodes بيكون فيها depression بيكون في extreme fatig بيكون شخص عنده sadness memory loss كل الأشياء poor nutrition أشياء زي أعراض depression فإحنا بدنا نعمل stabilization لهذا fluctuation of the mood المانيا presented بال inflated self steam نسميها grandiosity اللي هي أنه شخص يكون عنده من الثقة بالنفس واثق كثير من نفسه متحمس decreased need for sleep بيحس حاله مش محتاج ينام هو يعني يعني هيك مش محتاج ينام increase بالtalk بيكون في racing thoughts بيسميها flight of ideas distractibility بيكون عنده poor attention لأنه متحمس ومهووس وإلى آخرة excessive involvement in activities يعني بتلاقي أنه مثلا بدي يعمل كذا وبيدي يعمل كذا وبيدي يعمل كذا وبيدي يسوي كذا خصوصا لما تكون هاي activities يعني أحيانا منلاقي أنه شخص اللي عنده منيا بتكون activities اللي بيفوتها حتى إنها كثير عندها high risk of danger يعني مثلا بيروح بحكي والله بدي أعمل صباق سيارات أو مثلا بدي أروح أعمل تسلق بدي أروح أعمل كذا بس هاي high risk for danger يعني ممكن تكون يعني إنه مش معناه مش معناه إنه أي شخص محب هاي activities إنه عنده مانيا لا بس الفكرة إنه حتى ما بيفكر بأشياء دواعي السلام وهاي الأشياء خلص إنه بيفكر إنه قادر إنه مثلا يروح يتسلق الجبل أو يتسلق مكان مثلا دائما بيحطه عنده حمايات بده يتسلق وهو بدون إشي تمام إنه مش محتاج حماية فاهمين كيف هاي الفكرة تتقى بنفس فهاي excessive involvement للأكتيفتيز كلها اللي بتعمل أوكي هي بتعمل بلجر لأي شخص لكن لها high risk of danger وممكن تعمل serious consequences يعني بدون مثلا يعني سباق سيارات لكن مش بالأماكن المخصصة مثلا أو بي يعني في أماكن يعني معينة أو هيك لا بدون مثلا بالشارع الفلاني مثلا طب هذا الشارع مثلا أوتوستراد أو إشي يعني ما لك المهمة علينا للتريتمنت إذن زي ما حكينا إنه إحنا منحتاج بالتريتمنت أو بايبولر إلى primary mood stabilizers من هم الأجنس اللي ممكن نستخدمهم حكينا الليثيوم الليثيوم بتكو تعرفوا إنه له كثير adverse effect وبطر يستخدمه الآن زي زمان عنا الvalpirate acid و اللي هو anti-epilepsy drug أوكي وأخذنا فيه كمان من anti-epilepsy drugs برضو بيستخدموا للبيبولر وذكرنا واحد زمان ذكروا الآن كمان ممكن يجيكم اللي هو الكاربامازيبين عندكم كمان second generation anti-psychotics كمان بيستخدموا للبيبولر فبفضل أنا إنكم ترجعوا تشوفوا second generation of anti-psychotics يعني حاولوا شوفهم احفظوهم ممكن يجيكم سؤال في واحد من الأسماء يعني عساس إنكم أخذتوهم تعرفوهم وبس إن شاء الله هيك إحنا بنكون خلصنا البارتي الأول من المحاضرة الرابعة ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر